بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله بكاته اليوم تفسير الأحلام رجل يقول أنه يحلم في منامه بقمص كثيرة يعني ليه هدوم كثيرة بيحلم اللي مثلا لقى في الأوضة هدوم كثير بيحلم اللي الدوليب بتاعه فتح له هدوم كثير وأصلا ما عندهوش هدوم بيحلم اللي هو جاب هدوم مثلا أحد جاب له هدوم هدوم كثيرة ايه تفسير هذا الحلم التفسير أن له هذا الرجل أن له حسنات كثيرة ينال بها في الآخرة الأجراء العظيم الكبيرة هلو كده؟ طيب واحدة يقول لي حسناتي أنا ما لا عندي حسنات ولا عندي حاجة أو ما جيت عبدوني وأنا مخصص بالسيئات هقول له طيب يبقى ده هذا نداء من الله سبحانه وتعالى لك أن تفتح صفحة جديدة معه سبحانه وتعالى وأن تقترب إليه سبحانه وتعالى وأن تعمل على إرضائه سبحانه وتعالى وأن لا تترك عمل صالح إلا أن تعمله وأن تجتهد في عبادة الله سبحانه وتعالى طيب التاني يقول لي أنا من الحمد لله أنا عندي حسنات بس كده مدام أنا عرفت الحسنات دي وحلمت بشوية الأمصال اللي عندي الكتار دول كده أنا الحمد لله في الآخرة لا 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 طيب حقول لك اللي أنت تستزيد لو أنت من الصالحين تستزيد تستزيد من الحسنات حيكون لك أجر عظيم عظيم والجنة هذه درجات وكل ما اجتهدت في عبادة الله سبحانه وتعالى وابتعدت عن كل ما يبعدك عن الله سبحانه وتعالى ارتفعت درجتك درجتك في الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين اشتركوا في القناة